إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ولاعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو أمرنا الله عز وجل أن نتخذ الشيطان عدو وأعلمنا أنه عدو هذه العدوة يسلك الشيطان في تحقيق مراده شتى الوسائل والقدرات وما استطاع أن يفعله سواء دين الغواية حرف الإنسان عندنا أو بالإضرار ببدله سواء بالأمراض العضوية أو بما يحصل من طريق المسي والسحر أهلا بالله بحتي اشتركوا في القناة وتعالى and I bear witness of Muhammad his slave and messenger thereafter Allah subhanahu wa ta'ala says verily the shaytan Satan the devil is an enemy to you so take him as an enemy Allah commanded us to take the shaytan as an enemy and told us that he is our enemy this enmity because the shaytan takes the path in fulfilling his desires in all ways and capacities and whatever the shaytan is capable of doing by the permission of Allah whether by deviating the people away from the path of the truth or deviating the people away from the religion or harm them in their bodies in their physical bodies whether by or through sickness or physical sicknesses or whether by afflicting them through possession or magic فالله عز وجل جعل عداوتنا للشيطان ظاهرة ومحققة ومستمرة فعلينا ان نكون على يقين من ذلك فنأخذ الاختياطات والله عز وجل قد يمثلي العبد من عباده لما شاء من البلاء فالله عز وجل يقول عن نبيه ايوب نعم والنبي الله يدعو ربه يقول اني مسني الشيطان بنصب وعذاب بمعنى ان الله سلطه وهي ايوب وأذنى له بذلك مع ما عليه نبي الله ايوب من المنزلة الرفيعة فهو نبي الله فعلى هذا قد يصلط الشيطان على الإنسان فيؤديه ايذاء جسدية نعم فيأخذ المسلم حيطته من ذلك ويستعين بالله عز وجل بالرقى والأذكار والأدعية وغير ذلك حتى يوقى شره ويعلم انه مبتلى ويعلم ان الله عز وجل قد يصلط عليه من الجن من يعذيه فحسن الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله استفضل الشيخ حفظك ربي للقلم التوقف عندي سأحاول ترجم فتر إمكاني ما لاحق ولو سمحت تتعليه الجزء الأخير من هذه بعد الترجمة الشيخ حفظك ربي للقلم التوقف عندي سأحاول ترجم فتر إمكاني ما لاحق كم but an enmity is obvious it's seen and is fulfilled as continuous upon us to be upon complete certainty of such enmity and is upon us to take all kind of precocious luhf may test his slave from amongst his slave by whatever he wills of the testing of بالع as he did with our Prophet Ayyub عليه السلام when he called upon his Lord that the shaitan have touched me with torment and hatred or harm meaning that Allah subhanahu wa ta'ala had permitted the shaitan and had given him the capacity to do this along with his knowledge subhanahu wa ta'ala what the shaitan will do to Ayyub and along rather the knowledge of Allah that Ayyub is one of his prophets and to hear the shaitan, I'm going to have the shaitan to repeat that again because my thing stopped writing Wallah Al-Muznayan shaitan 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 دعوت الله لك قالت أصبر ولي الجنة ولكني أتكشف فادعوا الله أن لا تكشف فكانت تسرع ولا تتكشف وبهذا نعلم أن المس الشيطاني حقيقة لا كما يبدع المعتزل وغيرهم الذين ينكرون دخول الجن والإنس وقد أثبت الله عز وجل ذلك في كتابه كما سمعت وفي قوله تبحانه وتعالى لَقِنَ يَأْكُلُونَ الرِّبْعَ لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فالمس ثابت بهذه الأدلة وبما هو مشاهد أمام العيان ولا مجال لإنكاره فعلى المسلم أن ينتبه من هذا الأمر وأن لا يتغافل عنه وعليه أن يسلك الأساليب الشرعية التي تكون مانعة من حصول المس به أو السحر فضل شيخنا أنا بقالي فترة ما بترجم فنرجو منك شوية تكون وطيئ معايا الله يخليك لأن أنا أكتب كل كلمة أكتب لها والله مستعان أحاول يعني حتى أوفي بالترجم والله مستعان الشيخ حبيضاء الله continued after I told him that my pain fell off والله مستعان or both my pain fell off I had to get another one he said حبيضاء الله when الله سبحانه وتعالى had permitted the shaytan to do the mess or to touch Ayub with the harm والله مستعان I can call upon Allah or make dua to Allah سبحانه وتعالى it's either you have a choice rather if you want it to be patient and the jannah will be yours or you will be ending up in the paradise or if you wish I call upon Allah سبحانه وتعالى and make dua to Allah سبحانه وتعالى to cure you so she said I would so she asked the Prophet to make dua to Allah سبحانه وتعالى that she will not be exposed when she's going through the seizures so we must learn that the mess or being touched or being possessed by shaytan is true and it's a reality and that's a refutation of some of the people that deny the fact that the shaytan may possess a human being as the sheikh had mentioned and I didn't catch some of that to Allah سبحانه وتعالى also in his statement سبحانه وتعالى in the Quran that those who eat the riba the usury or interest wake up from their sleep as if they've been bounced around by the shaytan or as if they've been bounced around by the touching of the shaytan or the devil we learn from this ayah or this verse that mess is affirmed and confirmed by Allah سبحانه وتعالى upon the muslim to pay great attention to these matters and not to be heedless of the matter of the devil who possessing a human being and it's a must upon the muslim to take every possible path according to the sharia to stay away from such harm نعم الشيطان الرجيم يسأل إغواء المسلم والتشويش عليه حتى في أخناء عبادته فالله سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط فإذا انتهى من الأذان أقبل فإذا شوب بالصلاة أي أقيمة إذا شوب بالصلاة أي أقيمة الصلاة أدبر هرب ثم يرجع عند انتهى من ذلك حتى يخطر بين المرء وقلبه ويقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا يظل يذكره بأموره من أمور دنيا يشغله على صلاته وهكذا معشر الإقوة يسعى الشيطان إلى إغار الصدور وتقليب الحقائق قال الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو ومبين يعني إذا خيرت بين كلمتين إحداهما حسنة والأخرى أحسن فداء حسنة وقل التي هي أحسن قطعا لأي محاولة من الشيطان الرجيم لتحميل الكلام ما لا يحتمل ويجعل السامع يفهمه على غير مراد المتكلم فإن الشيطان يفعل ذلك من أجل أن يوجد العداوة والخصومة بين المسلمين الله الشيطان الرجيم strives to deviate the Muslim and to cloud these tenses even while he's worshipping his Lord سبحانه وتعالى as Allah سبحانه وتعالى said and if you are to recite the Quran say أعوذ بالله من الشيطان الرجيم forsake refuge with Allah from the الشيطان الرجيم the Prophet عليه السلام mentioned that the shaytan when sa'dan is called he would run away and you would hear a sound for him as if his passing wind if the salah is being called for the shaytan would run he would escape until the اقامة is fulfilled then he would return after the adan or after the adan is finished so he would get between the man and his heart once a man stands in front of his Lord in prayer he would start reminding him of this matters of the dunya he would remind him of the matters of this world so he would keep him busy from his salah in front of his Lord so is the case the shaytan always strives to make the hearts full of enmity and to turn around the truth and realities as Allah subhanahu wa ta'ala said i say to my slaves say what is his best where is shaytan gets between them or plants enmity between them where is shaytan is an enemy to you and the shaykh said if you are to choose between two good deeds one is good but none one is better then keep the one that is good and say the one that is better or best you must abuse any trial by the shaytan to change around the reality or make whoever is hearing you share other than what the person talking wants you to hear shaytan strives to cause enmity and hatred amongst the Muslims لقد وقف مع الشيطان الرجيم اعوانه من الانس يمثل ذلك في السحرة واكثر ما كان السحر في اليهود واخذه بعض من تابعهم من المسلمين فكان خبدا لردة كثير منهم او لردتهم وما وصل اليهود الى السحر الا بعد ان تركوا كتاب الله ونبذوه ورأضوه رحم قال الله جل وعلا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهور كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فانظر كيف انهم لم يصلوا الى السحر الا بعد ان بدوا كتاب الله وان الشياطين كفروا بسبب السحر وبتعليم الناس السحر قال وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فترة فلا تكفر فجعل تألم السحر كفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا بإذن الله يعني انهم ما يستطيعون ان يجدوا ضرر من ذات انفسهم الا اذا اذن الله عز وجل بذلك قدرا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم اي ان السحر ضرر تام لا نفع فيه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق الى اخر الاية تهض البرك الله فيك عز وجل الشيخ حضو الله continue بإذن الله بإذن الله وإن الله وإن الله وإن الله وإن الله وإن الله his helpers from mankind have stood up by him and that's in the form of magicians and sorcerers and so on and the majority of those were from the Jews and from the Jews some of them or some who have taken from the Jews were from the Muslims so it became reason for them to upstate or it became a reason for those Muslims that fell into magic to become upon Abbas to see what and the Jews did not reach the point of magic or did not get to become magicians or sorcerers except after they left off the book of Allah and threw it behind their back and when it came as Allah subhanahu wa ta'ala mentioned and when a messenger came from Allah fulfilling what they have upon meaning the Jews what they have of the truth a group of them left off what they had been given from the book the book of Allah as if they do not know and they followed what the shateen have been reciting upon them or upon the king or the kingdom of Solomon but Solomon never disbelieved but the shateen disbelieved the devils of the city disbelieved they were teaching the people magic or sehf so look how the shateen did not reach book except through sehf or except after they told people sehf as to the shaitan he only disbelieved because of of sikh or one of the reasons he disbelieved is because of sikh and the ayah continues and what he have revealed upon meaning Allah revealed upon the area of Harut and Marut till the end of this ayah where Allah mentioned he would learn from them meaning the shaitin they would learn from what the people would learn from the shaitin what they can be what can be used to break up a man from his wife but they are not to cause any harm from the slaves of Allah except by the permission of Allah there's nothing they can do to the creation of Allah except by the permission of Allah and they do what harm them and does not benefit them as the ayah continues and that indicates as the sheikh said that magic is nothing but definite harm no benefit whatsoever in it and the ayah continue and they have learned I فقل عرفنا أن اليهود من أكثر الناس ترويجا للسحر ثم يدعون أنهم أتباع موسى ومعلوم أن موسى ناظر السحرة وقهرهم الله على يديه فانظر كيف أصبح الذين يدعون أنهم أتباعوا موسى في خندق الواحد مع أعداء موسى فموسى ناظر السحرة سحرت فرعون فكيف يأتي هؤلاء ويتعاطون الشيء الذي رفضه نبيهم ويصبحون هم وأعداء نبيهم الذي يدعون أن أتباعه يكونون معهم في صف واحد فظل فهو نعلم May Allah bless you all that the Jews are from the majority of the people that publicize magic then they claim that they follow Musa or Moses عليه السلام and it's known that Musa or Moses that Allah subhanahu wa ta'ala gave him permission to overcome the shayateen upon his hand and the magicians so look when the followers of Musa are in the same trench along with the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala so how come those come how come those who claim to be Jewish or from the followers of Musa will take one thing from Musa alayhi salam that Musa himself have reputed meaning magic and the shayateen and so on and by which they become along with the enemies of this prophet the prophet of Allah in one line or in one trench Qadallahu azza wa jall anna sahara ta la yiflihun Qadallahu azza wa jall وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى وأيضا أخبرنا الله أنهم مفسدون قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فيعتبر السحرة من المفسدين في الأرض ألا ترى أنهم يسحرون العاقل حتى يصير مجنون ويجعلون الرجل بسبب السحر يهيم ويمشي لا يدري إلى أين وربما عادوا بين الإبن وأبيه أو بين الرجل وامرأته أو بين الأخي وأخيه إلى غير ذلك من أنواع الشر وهذا من الإفساد في الأرض تفضل بارك الله فيك So Allah سبحانه وتعالى told us that the magicians will never be successful and a magician or a sorcerer will never succeed on anything that he does Also Allah سبحانه وتعالى told us that the hours behind the corruption on earth will be corrupting the people with the creation of Allah as Musa عليه السلام said as Allah rather said on the tongue of his prophet Musa in the Quran that whatever you came with is nothing but magic barely Allah will nullify it barely Allah will nullify it till the end of the ayah So we learn that the Sahara are from those who are causing corruption upon the earth and those who are causing destruction upon the earth they would do magic to a sane man until he becomes insane they would do magic to a man so much they would be lost and woken upon the earth does not know where he's going they may break up between a man and his son they may break up between a man and his woman they may break up between a man and his brother so other than that of the kinds of evil that they do as magicians and this is from the corruption upon the face of this earth علمنا برك الله فيكم أن مجهود الشياطين بثلاث جهات الأولى من حيث الغواية في أمور الدين الثانية من ناحية الاعتداء بالمس الثانية من حيث عن طريق السحرة وهدي الثلاث الخطوات التي يخطوها الشياطين علينا نحن معشر المؤمنين اللا نبالي وأن لا يخذنا الخوف إلى حد أن نوعف أمام شياطين الإنس والجن بل نعلم أننا مستعينون بالله جل وعلا وأن هذه الأمور التي يريدها الشيطان بإذن الله عز وجل يستطيع المؤمن أن يتكافاها وأن يدحر الشياطين بإذن الله المهم أن يكون عند المسلم استعداد قوي ونفسي قوي لمواجهة هذه الأشياء والله يسهلها عليهم So we learned May Allah bless you all that whatever effort the devils do is done in three major directions the first of which is to deviate in the matters of the religion and the second is to be led by touching or by causing a mess to a human being and the third is in the way of magicians or sorcerers and these three steps that the shayateen take against mankind must be known by us the people, the believers that we must not care for that and we must not be afraid of that but rather the shayateen know that we are seeking the assistance of Allah subhanahu wa ta'ala and this matters by the permission of Allah a mu'min or a believer can suffice himself and protect himself from such evil what is important that upon the Muslim to be upon a strong preparation and upon psychological, a strong psychology or upon strong nafs rather to face this matter and Allah consequently would make it easy upon him No No but from the perspective of Allah الشيطان يسعى إلى حرف المسلم فإن الله عز وجل يقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا قدر أنه غلبك حتى أغواك وهوقعك في المعصية وأنت على إيمان فسرعان ما تستغفر وتتوب وبناء على ذلك تكون قد أسقطت مخططاته قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وعندما قال الشيطان لله رب العالمين وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم قال الله وعزتي لا أزال أغفر لهم ما استغفرون فإذا أهلكنا الشيطان بالذنوب أهلكناه بالاستغفار فهذه خطوة فاشلة بإذن الله إذا كان المؤمن قوي الإيمان كثيراً الصلاة والتقى فإنه بإذن الله يغنب الشيطان المهم أن يكون عندنا صدق مع الله عز وجل أننا نريد وجهه والدار الآخرة فإننا إذا استغفرنا الله عز وجل غفر لنا ونجاهد أنفسنا على أن لا نقع في معطية الله سواء كانت المعاطي بالأسماع أو الأضصار أو الألسن أو غير ذلك فنجاهد أنفسنا ألا نقع في ذنب وإذا وقعنا بادرنا بالاستغفار As to the first step from the way of deviation by the shaytan the shaytan strives to deviate or turn the Muslim away from the path of his religion الله سبحانه وتعالى told us that verily the shaytan has no power upon those who have believed verily his power upon those who are turning away from the truth and those who are upon shirk or politism وليع ذلك as part of the ayah and if it has been destined for you destined by Allah that the shaytan overcomes you so much so that he will make you fall into sin وليع ذلك be as fast as possible to go back and repent to Allah subhanahu wa ta'ala based upon that the shaytan can never do you any harm as long as you rush to the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala as Allah said as Allah said verily those who upon fear or talk of Allah if they have been touched by anything from the shaytan they would remember the Lord and consequently they become upon light or insight when the shaytan made a promise to Allah subhanahu wa ta'ala and he said by your honor by your honor I will strive to deviate them away from you Allah subhanahu wa ta'ala answered him and said and by my honor I will forgive him as long as he seek my forgiveness if sin destroys you rush Allah subhanahu wa ta'ala or destroy the shaytan by taking forgiveness from Allah this is just one step we try and strengthen our iman and be upon as much as possible of the piety and the fear of Allah subhanahu wa ta'ala the most important thing that you be upon the piety of Allah subhanahu wa ta'ala and upon the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala and take in his face subhanahu wa ta'ala and be truthful to Allah subhanahu wa ta'ala and be upon jihad against your own nafs strive against your own soul that you would not fall into sin whether by hearing or listening or even talking a man or a woman we must strive ourselves and be upon jihad against our own soul that we would not fall into sin and if we are to fall into sin we rush to seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala and be upon من ناحية المس واعتداء الشياطين على الإنسان فقد شرع الله عز وجل لنا الرقية فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى أبي سلم يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة فهذه رقية قبل أن يحصل المس وهكذا ما شرع الله من أذكار النوم والاستيقاظ وأذكار الصباح والمساء بما هو معروف في الكتب التي قد ألفت في ذلك فإن هذه بإذن الله تقيك من أن يحصل لك المس فإذا قدر الله عليك وابتلاك بالمس فاجتهد في قراءة القرآن بكثرة ولو أن تقرأ القرآن في يومين أو ثلاثة وأكثر من الصلاة والدعاء والاستنفار والتسبيح والتحميز والتهليل والتكفير أكثر جدا واعلم أنك وعلم أنك إذا حصل لك مس أنك محتل من قبل الجن فاسعى إلى تخليص نفسك وبالأذكار والأدعية يكفيك الله ولو سلقت هذا المس لك الذي ذكرته لك بإذن الله لا يبقى عندك المس أسبوعا واحدا إن إذا أراد الله أن يبتليك بأكثر من ذلك As to the second step in the way of a mess and being overcome or being وليأذ بالله hit by the shaitan of the devils الله سبحانه وتعالى have legislated for us الرقية according to the sharia of this religion The Prophet صلى الله عليه وسلم used to seek refuge with Allah and recite a ruqiyah upon al-hasan al-husayn his grandkids and he would say أُعِذَكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّ مِن كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّ وِن كُلَّ عَيْنٍ لَامَّ I seek refuge with the words of Allah the perfect words of Allah from every devil and every harm and from every evil eye this is a ruqiyah that you say before you are touched or you suffer from mess of the shaitan and so it's the case from the remembrance or the dikth or the supplications that you say before you go to bed and when you wake up and so it's the case with the supplications and the dikth that you're supposed to say every morning and every evening what is known from the books that have been written on the subject matter of the different mentioning and remembrance that are legislated of the sharia of Allah by the permission of Allah you will be protected and you would not suffer ever from the matter of mess or being touched by shaitan but if Allah destined for you to be tested by being touched or suffering from mess of the shaitan you must strive hard and recite as much Quran as you can even if you have to recite it for two or three days continuously you must make a lot of dua or supplications to Allah subhanahu wa ta'ala you must ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive you by making استغفار and say استغفر الله the must of anew to say subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar la ilaha illallah as much as you can do as much as you can of the remembrance of Allah in addition to the rest of the Quran as much as you can and keep in mind once you are suffering from mess of the shaitan that you've been occupied as a human being by a jinn on ayyadu billah so strive hard and work very very hard to go rent or to purify yourself from such jinn on ayyadu billah and if you are to do so as the shaitan hafidahullah it may be a week if that that you will get rid of that jinn that possessed you except if Allah wills for the jinn to stay any longer than a week in your body as the shaitan so K وكل من قال بحل السحر بالسعر فقوله باطل وإنما يحل السحر بالرطية الشرعية بالقرآن الكريم وبالأدعية فنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لا نلجأ إلى السحرة والمشعودين وإن كان قد قال أناس بحل السحر بالسحر إلا أن قولهم باطل فلا يجوز لك قطعا أن تذهب إليهم ولو أن تموت ومرضك فيك فلا أن تموت على التوحيد خير من أن تموت على الشرك فالسحر كفر والعياذ بالله أو أن تذهب إليه بالسحر أو أن تذهب إليه بالسحر their statement is false their statement is false but سيحر can only be undone by الروفية الشرعية by legislated remembrance of Allah from the Quran the Arab al-Quran and the supplications of Muhammad Allah alayhi wa sallam we must return to Allah subhanahu wa ta'ala never ever to return to a magician or a sorcerer even if some people have said it's permissible to do so to get rid of سيحر through سيحر to get rid of magic using magic that is false it's not permissible in any shape or form whatsoever to do so even if you die upon that while you're still suffering from the sickness of position or magic it is for you to die upon توحيد while you're still ill with such ailment rather than to die upon shirkul kufu and ayyadu billah platform وإذا لم تكن قادرا على أن ترقي نفسك فلا مانع أن تطلب الرؤية من أحد الصالحين سواء رقاك مباشرة أو قرأ على ماء أو على طعام ورسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل والراقي مستفيد يوم أن يرقي الآخرين فهو يستفيد لأنه عند أن يقرأ على مريض أو على ماء يشعر أنه يستحضر عظمة الله عز وجل ويريد أن الله عز وجل يجعل النفع والبركة في تلاوته فيستحضر إيمانه ويستحضر حبه لله ويستحضر تقواه لله فهذا يعود بالنفع على الراقي نفسه كذلك يدخل في قلب الراقي حب الخير للآخرين فهو يشعر أنه يريد أن ينفع الله الآخرين على يده كذلك يقوى توحيده فهو يشعر أنه في صدد تثبيت التوحيد والرجوع إلى الله عز وجل في الرقية الشرعية إضافة إلى أنه ينفع غيره بذلك فهو يشعر أنه يشعر بالنفع ويشعر بالنفع من رقية ويشعر بالنفع من رقية أو يشعر بالنفع من رقية ويشعر بالنفع من رقية ويشعر بالنفع من رقية also enters the love of doing good for others into his heart he definitely wants to benefit others but he also benefiting that Allah subhanahu wa ta'ala is benefiting others upon his hands also his توحيد will strengthen will be stronger not just in a chest but in a chest of others that he's performing or citation upon also he's affirming the tawheed of Allah in his heart and affirming the benefit of rukya shara'iyya upon himself as he does upon others in what he does is that some of the raqin asa'u ila rukya shara'iyya ayuma isaha fajaloha wasilah littekesub wattwoesu si l'amwal wala'u anna linsan tabla alhaidiyah ou alatah mman rukya so lvath but but rbma yaqra'u ahadh hum ala la teruat min alma binabalalbaah wa bazhuhum la adhari awfla hadha'u adha'u man yadda'i anna huna karaha'a muratca'a semna'u abahab وقراءة غير مركزة ثمنها أدنى وهكذا يجعل إلى جانب رقيته بعض الأدوية من الأعشاب يشتريها بأبخة الأثمان ويبيعها بأغلى الأثمان وقد لا يكون المريض محتاجا إليها وهكذا يفعل الأفعال التي تجعل المريض يتردد إليه مرة بعد أخرى وربما لم يكن مريضا فيوهمه أنه يحتاج إلى تكرر البقية مما يجعله يذهب ويرجع من أجل المال وربما جعل لهذا مجلسا خاصا له ثمن ومجلس ليس بخاص له ثمن آخر مع ثوارق باهظة تجعله من أكبر التجار الذين يعني من حوله يشكون الفقر وهو يشكون غنى فيدخل عليه في اليوم الواحد مبالغ طائلة وهذا ابتزاز وهذه إساءة إلى الرقية والله مستعر what is really unfortunate is that some of those who perform in al-ruqya have given a bad name to al-ruqya sharayya he had made it a means to expand their wealth or made it a means to earn a living and if it is for a person to accept a gift or something given to him after he performs ruqya without asking for it then there is no harm but some of them unfortunately may recite upon some water for a real high price or some of them may claim that he has a concentrated recitation for a high price and another one that is not concentrated for a low price also in addition to make-up ruqya from those who are trying to earn a living out of it when they add up in that he may have some herbs next to him that he buys for cheap and sell for the highest prices and it may be the person that is sick in front of him may not even need those herbs also it may lead to that sick person or the person that had been afflicted or tested by Allah subhanahu wa ta'ala come back to the raqi that is doing it for a living one time after another you may get to the point that the sick person even though he is cured will still under be under the illusion that he is sick so he can make more money out of him they may sometimes have a special setting as we call it for a special price and they may have a regular setting for a cheaper price this may lead some of those so called people performing the raqiya to become from the biggest of merchants while others around them complaining of poverty the complaining of richness this in itself when I add up to Allah is a btizad this is extortion and this is defaming a raqiya of Allah a raqiya or giving a bad name to a raqiya a shara'iyya na' كذلك منهم من من أسائل الرقية من لا يشترط حجاب النساء بل يدعي أن في كشف وجه المرأة أمامه معاني تؤثر على الجن كما يدعي يوم أن ينظر إليها وهي تنظر إليه يدعي أنه بذلك يقهر الشيطان وإنما الشيطان قد لبس عليه وقهره وغلبه قد قهره الشيطان ونبس عليه وغلبه وبعضهم لا يشترط أن يكون مع المرأة محرم فيقرأ عليها بانسراتها وبعضهم ربما بقي مع المرأة منفردا مغلقا عليهم الباب لا معها آخرون من محارمها ولا من غير محارمها وبعضهم يستجيز لنفسه أن تمتد يده إلى المرأة ويدعي أنه يقبض الشيطان سواء في يدها أو في صدرها أو في بطنها أو رجلها أو غير ذلك وكل هذا تلبيس من الشيطان إنما المطلوب أن يقرأ القارئ على المريض ولا يحتاج إلى أن يمسه يقرأ عليه القرآن وتكون المرأة محجبة كاملة الحجاب مغطاة الوجه واليدين والقدمين لابسة للحجاب الشرعي كاملا ولا يمسها ويكون معها محرمها ويقرأ والبركة من الله جل وعلا والله عز وجل هو الذي يجعل البركة في ذلك الكلام في تلك الآيات والأدعية التي تقال وكم من مريض قد شفاه الله دون احتياج إلى مخالفات شرعية تفضل Also is the case of those who have given a bad name for Ruka الشرعية who does not put it a condition for a woman to be wearing her proper hijab in front of him but rather claim that if the woman exposes her face in front of him then he can look directly into her eyes and she can look directly into his eyes so he can overcome that gene of hers but rather reality is that the shaitan have overcome him and deceived him and it cheated him into believing so some of them may not have a condition that the mar'ah or the woman must have a mahram or her own guardian to be with her and it's okay for her to be all alone with him and maybe he will stay with that woman all by himself or herself without a mahram or with a mahram whether she has a guardian that's considered a mahram or any other person and some of them permit himself or li'adu billah to extend his hand to the woman in front of him he may touch her hand or her chest or her leg or other than that of the body parts in the name of getting rid of the shaitan of hers but all of this is nothing but deception from the shaitan what is in reality needed that the sick person must be recited upon without touching whatsoever and the woman if she has to be recited upon she must be covered in the way of al-hijab al-shari or according to the sharia that includes all of her body including her face with the exception of her hands and the top of her feet and he cannot touch her in any shape or form and she must have a mahram with her she must have a guardian legislated by the sharia of Allah with her the barakah or the blessing of ruqiyah only comes from Allah subhanahu wa ta'ala Allah puts the barakah or the blessing in those ayat that the raqi is reciting and those supplications that the raqi or the person performing the ruqiyah is reciting and how many of the sick people have been cured by the permission and the blessings of the verses and the supplications of Allah the shaykh concluded by saying until here we say alhamdulillah rabbil alameen wa salatu wa salam ala muhammad sallallahu alayhi sallam and he put a condition that the question that I'm about to ask him must be related to the subject because he's very busy so the first question is what are some of the signs that someone is possessed by a jinn when they saw some of the signs that the person can be had to pass to the jinn and to aye道 be Allah the ordinal was associated alhamdulillah be there in the first of the filth in the first there is there is there is Uptrath in by uh and and he is out and he can ويخرج الزبد من سنه وأحيانا يأتي بكلام ليس بكلام العقلاء وأحيانا يتكلم بكلام سيء ربما فيه إساءة في حق الله عز وجل وهو خالي خارج الشعور لا يقصد ذلك وقد يتبين من خلال النظر وقد لا يتبين إلا بالقراءة عليه لأن بعض الصرع قد لا يكون من الجل بل يكون خلطا عصبية فبالقراءة عليه يتبين أنه ممسوس فارك الله فيك إن أسألت the question what are the signs of somebody suffering from mess the Sheikh Abdullah said the person suffering from mess or position sometimes may have a mix up in his body mix up in his bodily functions or he may be suffering from seizures or he may be trembling his hands and feet may be trembling or froth may come out his mouth or saliva might drip out of his mouth and sometimes he may come with talk or words that is not from the words of those who are sane and sometimes he may speak of real evil speech that may take him so much or as far as وَلَيْعَذُ بِاللَّهِ يعني accusing the rights of Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى he's doing so while he's not feeling himself and does not mean it sometimes he may be able to tell that a person is possessed from just looking at them and sometimes you may not be able to do so except after you recite the Qur'an because some of the position or some of the seizures that happen when a person is possessed or when a person is suffering from seizures may be from يعني an ailment of the nerves and not from possession may be from the nerves and not from position ثق 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 الزاية يقول ثق 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 بالنسبة بارك الله فيك للذي عنده مخ من الجن إذا قرأ عليه إما أن يتكلم الجن على لسانه أو أن يفر الجن ويقوم بخير وبالنسبة للذي عنده إصابة بالعين فإنه إذا قرأ عليه لا ينطق جن على لسانه وقد ينتفع بالقراءة فيشفيه الله وقد لا يشفى وبالنسبة للسحر فإنه ينطق الجن على لسانه كما ينطق من المصاب بالعين ولكن قد يقول أنا أرسلني الساحر وبهذا يعرف أنه سحر وأحيانا يريد المريض أن يتقيأ لأن السحر مشروب ونحو ذلك من التصرفات التي تشعرك بأنه ليس بمس وإنما تشعر أن المريض يشير إلى تهاك أو إلى نحو ذلك كأنه يعني يري أن هناك سحر أو أن ينتقى بنفسه كما تبارك الله فيه أرسلني الساحر من الجن لكنه يمكنك فرصه سيتم التصميم ومن ثم يمكنك فرصه فمن أسفل فرصة سفر من مجد الجن ستكون في عمية ستكون لكي مجدد من جن بلالا ولكن الجن ستكون مجدداً ومن ثم مجدد من مجدد ومن ثم أنه يعلم يكون مجدداً بمجدد من مجدد وعلم أنه يشاريك فيciق أي سيكون أوليك لأنه يشاركي في كرة الواجفة وأيضاًًا يعني أن تسلع قمط بك وأن أقدم لا يشاركي لا يشاركي بسبب لا يشاركي بسبب فالتالي بالسكي الإلتنامي احيانا أو اجيقي أو يشاركي بالشرائي يمكنك إيقافه لك أخرى أو يمكنك إيقافه أو يتحدث عن المشكلة أو يتحدث عن المشكلة كما أتحدث عن المشكلة مهلاً أي شخنا المثالة أبوه إن إجليزي إذا كنت أعلم أن يكون أفضل أسرعون لأفضل أفضل أبوه إذن أن يتحدث عن هذا السؤال هو مثال يتمثل الأقواج نحن جاوبنا على هذا السؤال اللي بعده يقول يا شيخنا نهي علامات أن الجن قد ترك الجسم أو أنه يطلق الجسم أحيانا نعم هو يقوم المريض بعد القراءة عليه صحيحا معافة فأحيانا يقول رأيتهم خرجوا أو يقول شعرت بألم في رجلي واختجاب أو يقول شعرت بمثل الدخان خرج نعم ويقوم بخير لكن قد يرجعون ليس مؤكد أنهم خرجوا ولا تكثل معاهدة فإن الشيطان قد يعاهد ويكذب نعم فيعني المهم أنه يصبح بخير ومتعافي يصبح بخير وبعض الأراقين يجري لقاءات أشباب اللقاءات الصحبية مع الجن والجن يرتاحون لكثرة الكلام لأنه يخلصهم من ثلاثة القرآن فالآن يتكلم معك الساعة والساعتين والساعتين خير من أن تقرأ عليه بعض الدقائق فلعاذ بارك الله فيك لو قال لك الجن أنا أريد أخرج قلنا أخرج أنا أكره حتى تخرج لو قال لك أتكلم معه قلنا ما أتكره سريد أن تخرج خري واقرأ عليه حتى ترى المريض يقوم بخير ومشحة وعافية ثم بعد أن يقول لك أنا بخير ترر القراءة وانظر هل هو حقيقي أم لا فإن كان حقيقي فالحمد لله وقد يعود في اليوم الثاني أو الثالث أو بعد أسبوع أو أحسن رائم وقد لا يعود إلى الأبد تضل شكرا لك شكرا لك إن أسألت that question sometimes the sick person may stand up after it recites upon him or he may say I felt some pain in my teeth or one of my teeth or I felt as if the smoke came out of me and then he stand up feeling good but this in itself is not a sure sign that the jinn came out because the shaitan or the devil may make a promise and lie upon you after that promise or break that promise but what is important that you see to yourself as the person performing the ruqya that the sick person is well and in good shape some of those who perform a ruqya sometimes would conduct talk with the jinn as if he's holding some yani media interview of some sort with the jinn and that makes the jinn feel comfortable the jinn would rather talk with you for an hour or two then listen to you reciting any the quran upon the sick person and if the jinn said i don't want to come out tell him rather i'm going to keep reciting until he come out and if the jinn says i want to talk to you do not talk back to them but keep on reciting until you make sure the jinn comes out then even after the sick person said i am good now continue reciting upon him all over again because the jinn may come back to that person to the sick person the next day or the next day or maybe after a week who may never come back to the sick person again forever now is it permissible for someone for whom رقية ان انا المسلم هل يجوز ان نرقي غير المسلمين او نقول الرقية على غير مسلم لا مانع ان يرقى غير المسلم فقد كان جماعة من الصحابة مسافرين فوصلوا الى جانب القبيلة فطلبوا منهم ان يضيفوهم فلم يفعلوا فلدغ سيد ذلك الحي يعني لدغه ثمان فطلبوا له دواء فلم يقدروا عليه ولا رقية ما استفاد من شيء فقالوا ننظر هؤلاء لعل عندهم شيء فقالوا ان سيدنا قد لدر فعل بكم من راق فقال ابو سعيد الكدري اني ارقي ولكنكم لم تضيفون فلم افعل حتى تجعلوا لنا جعل يعني تجعلوا لنا مجران فقرأ عليه فاتحة الكتاب سبع مرات وينفث عليه لكل مرة فشفاه الله قام كأنما نشط من عقاد فاخروا ذلك الجعل ويقال انه ثلاثون رأسا من الغنم اتو الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه فقال اقسموا واجعلوا لي معكم سهلا فلا منع من رقية الكافر ولعل الله عز وجل سببا لهداية سواء كان مسلع يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا لا مانع أن يقرأ عليه لأو الله عز وجل أن ينفعه بذلك شكرا بذلك ومشاركة ومشاركة الله عَلْهُ said We are not to recite upon your leader until you give us something in return and he agreed to that so he recited the Fatiha upon the leader of the tribe seven times and he stood up as if nothing ever happened to him after that so according to the narration or one of the narrations it was said that the companions were given 30 heads of sheep and when he came to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and told him about what happened he said bite the sheep amongst yourselves and give me a portion of that so there's no math and there's no harm there's no problem making Ruki upon a disbeliever or an Muslim whether he is a Jew a Christian or a worshipper that may Allah Subh'anaHu Wa Ta-A'la benefit him with the Fatiha and he came to the Islam so this is the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is he with us? yes 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 I think he is I think he is better and the 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 وأن أسأل الله العظيم رب العشر العظيم أن يزيدكم هجرا وإذما وأنتم بارك الله فيكم حبيظكم الله إن شاء الله خيري يا شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله وبركاته إن شاء الله خيري يا يساة anything that I said as a translator anything that I said as a translator that's correct is only from Allah سبحانه وتعالى anything that I said as a translator that is not correct only from myself and or from the Shaytan رزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته